اعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح اقدمه لكم انا ايات الحسيني نوهت لحضراتكم ان موضوع حلقة النهاردة بعنوان جواز البنت مش سترة عنوان غريب ومش واغذين عليه احنا دايما طول عمرنا عارفين ان جواز البنت سترة بس خليني اقولكم لي انا بقول كده اولا البنت المتربية اللي اهلها بيربوها على الحياة وعلى الاخلاق هي كفيلة بستر نفسها هي مش محتاجة راجل يجي يسطرها بل بالعكس الراجل وهو بيدور على الزوجة اول حاجة بيسأل عليها البنت اللي سمعتها تكون كويسة المصونة اللي تسونه وتسون بيته وتسون اولاده في غيابه قبل حضوره انا ليه بقولي الكلام ده بقولي الكلام ده علشان حاجتين اول حاجة ما تستعجليش وما تخفيش ما تستعجليش وتقولي لا انا عايز اتجاوز وانا صغيرة لاحسن فرص البنت بتقالي لما بتكبر اطر الله جوازها يفوتني لا ما فيش الكلام ده انتي وانتي نازلة بتختاري فستان لنفسك عندك مناسبة بتشوفي الديزاين اللي يليق على جسمك بتشوفي اللون اللي مناسب لبشرتك مبالك بقى ربنا بيقولك في الكرآن الكريم هن لباس لكم وانتم لباس لهن لباس يعني لو هناخده بمعنى اللبس فاللبس هو ايه اللبس اول حاجة بيسرنا نفيش كلام في دي اللبس دفا اللبس اقرب حاجة لينا ملامس لينا فربنا شبه الزوج بده فده احرى انك وانتي بتختاريه انك تتأني وما تستعجليش عشان تشوفي ايه المناسب ليك ومناسب لشخصيتك يعني بدون تدخل اي حد انتي اضرب نفسك انتي اضرب الفستان اللي شكلك حلو فيه الفستان اللي هيريحك وانتي اضرب برضو بطباع اللي قدامك ايه اللي مناسب ليك واني اللي مش مناسب ما تخليش حد يستعجلك وما تخليش حد يأثر عليك تاني حاجة ما تخفيش ما حدش هيتجوز جوزك جوزك وفستان فرحك ومكان فرحك والبيت اللي انتي هتتجوز فيه متشنالك لوقت معين والوقت سر من اسرار ربنا مش هنستعجل ربنا احنا مستنيين في فترة بقى ما انا مستنية معد جوازي او امتى ربنا هيرزقني بالزوج الصالح انا ما عدش احط ايدي على خدي فيه ارزاق كتير قوي ربنا عندي صحتي استغلها عندي وقت ما عدش فضية الفراغ مفسدة فانا استغل وقت ده لاي حاجة فيه ارزاق كتير العلم رزق والشغل رزق والصحة رزق والدراسة رزق كل الحاجات دي رزق انا ممكن استغلها طول ما انا عزبة لحد ما ربنا يرزقني الزوج الصالح ده هيكون موضوع حلقة النهاردة وهيكون معايا ضبط الكريمة دكتورة ابتسام رفعت استشاري اسري وتربوي واخصائي تعديل سلوك دكتور ابتسام اهلا وارحبا بيكي اهلا بيكي حويت ايه رأيك بقى في اللي احنا بنقوله ده انه عايزين يعني نشيك المفهوم شوية ان كلمة الزواج للبنت سترة تحسي يعني لا انا الحمد لله مستورة ومحترمة ومؤدمة مش محتاجة حد فكلمة قصية شوية الجواز سترة للولد قبل البنت حقيقي موض ربنا قال كافة القرآن اه فنيجي نبص لو قولنا الجواز سترة الجواز سترة بس البنت والولد مع بعض بيسترهم من ايه الجواز يعني لو جينا نشوف الاحتياجات الاساسية في الجواز العلاقة بين الزوج والزوج فده للطرفين للستت والراجل يبقى سترة ليه وسترة ليها حقيقي ما نقولش بقى ان هو سترة للبنت بس يبقى السترة للبنت وللولد لو هو حماية يعني البنت تقدر تحمي نفسها في ظل مجتمع سوي وفي قوانين بتحكم المجتمع الظالم بياخد حقه والمظلوم بياخد حقه عقابه يعني المظلوم بياخد عقابه والظالم بياخد عقابه انا لمبتك اوكي سوري الظالم بياخد عقابه والمظلوم بياخد حقه حقيقة فنيجي نبص فهو برضو احنا في مجتمعنا الحمد لله ده بيحصل فاحنا عشان نقول بقى ان هو الجواز سترة نقف نقف كده لا مش حل ونبتدي بقى نفسرها احسن وبطريقة اشيك البنت فعلا زي ما حريك قلت المتربية كويس قوي اللي عندها مبادئ وقيم وحاجات مغروزة من وهي عندها يوم لغاية سن سبع سنين السبع سنين الاولى دول يعني اول حاجة بتشكل شكل الطفل لان هو اكتر حاجة وقت بيقعد فيه في البيت السبع سنين الاولى دول الام والاب والاسرة عمتا سواء بقى تيتا جدو الحاجات اللي زي دي بيشكلوا شكل الطفل فانا طالما شكلت البنت على الحياة على الحياة على الحياة وعالتربية وعالأسس بتاعتنا واحنا الحمد لله يعني مجتمعنا في خير يعني الخير في امتي الى يوم القيام وهنفضل فينا خير اه في حاجات شازة كتير عن المجتمع بتظهر بس كل ده بيتعالج وبيبقى له علاج ولكن احنا بس ناخد بس بالاسباب عشان نوصل للمرجو زي ما بيقولوا كده طيب اوكي انا بقى قلت للنس في الاول او للبنات ما تستعجلوش وما تخافوش فانا اللي عايزة اوجه بقى للأهل الاول اللي بيستعجلوا على جواز بنتهم وعايزين نفرح بك في حياتنا وعايزين نلحق نشيل اولادك دول نقول لهم ايه انا مش هقول لهم هم انا هقول ل البنت هقول لها الماما اللي بتقولك اتجوزي لو رجعت لها متطلقة مش هتستحملك برضو هتبقى مش قادرة تستوعب انك اتطلقت ورجعت لها وهتلاقيها بتعملك معاملة زي ما انت بتقول انها بتعملك معاملة دلوقتي وحش عشان بتقول انت لسه ما تجوزتيش انت اللي قدك تجوزه انت ما تجوزتيش ليه اصل انت خايبة اصل انت مش عارفة تجيبي عريس أصلا أنت مش عارفة توقع عريس الأم دي نفسها عندها مشكلة ومشكلة يعني صعبة جدا إنها أصلا مش قادرة تستوعب بنتها أنا سمعت مرة لفظا من حد إن هي يعني بنتها تجوزت وتطلقت ورجعت بابنها قريت سيرتها كانت ميتت أنا بقولك الأم اللي بتستعجل اللي بتستعجل هي هيها نفس الأم دي مش هتتغير العكس دي هتبقى أسوأ عشان كده بقول البنات ولا يبقى في دماغكو من الكلام ده خالص تسمع من يقولك بدي من أنا ما فيش أنا بر بقى بصي بقى ما فيش دي فيها بر بر في إيه بر ما هو أنا مش هبرها في أن أنا أتجوز أي جوازة وفي الآخر أطلع منها فشلة ده الجواز ده مساق غليز يعني الرباط المقدس يعني في الأديان اتقال المساق الغليز والرباط المقدس فما ينفعش يبقى كده يعني نجرب حكاية إن إحنا نجرب دي ما ينفعش نجرب نجرب نتخطب نجرب نتخطب نجرب نتخطب مرة واثنين وعشرين الخطوبة عملت عشان تتفسخ فنتخطب ونفسخ مش مشكلة طيب منازلت بقى الخطوبة والنهاية عملت عشان تتفسخ يعني إمتى البنت مثلا تكرر إن هي لأ أنا مش هكمل ساعات بيبقى فيه حاجات إيه لأ أنت بتبطري لأ هو فيه حاجات كويسة كتير مش عشان فيه واحد واثنين وثلاثة مش عاجبينك وما فيش حد كامل فساعات بيبقى فيه حيرة عند البنت اللي هو أنا مش عارفة أكمل ولا ما أكملش فإمتى فعلا البنت تعرف تاخد القرار دا إن هي فعلا مش هتكمل إما تبقى عارفة هي عايزة إيه أصلا للأسف يا أستاذة آيات بناك كتير قوي بتبقى مش عارفة هي عايزة إيه ودي المشكلة الكبيرة إنت عايزة إيه مش عارفة طيب إيه الزوج المثالي بالنسبالك أو الرجل المثالي بالنسبالك أو الرجل اللي تقدر يتعيش معها بالنسبالك تقولك مش عارفة ليه بقى لأنها أصلا مش عارفة يعني إيه روكل ومش عارفة كيننته عاملة إزاي ومش عارفة طلباته إيه ومش عارفة إزاي تتصرف معاه أي تصرف البنت اللي مش عارفة هي عايزة إيه صدقيني دايما بتبقى برضو نتيجة اختياراتها فشلة مفيش أسس مفيش أسس معندهاش أسس طب أنا عايزة إيه المفروض البنت تبقى عايزة حاجات معينة سوابت كده حد يرأي ربنا فيها مثلا بنت تقولك اللي تبقى عارفة هي عايزة إيه تقولك حكاية الشكل دي مش مهمة قوي بنت مثلا تقول كده وفي بنت تونية تقول لا أنا عايزة مثلا الشكل يبقى كذا أعمل كذا أسوي كذا وهكذا طيب نقدر نقول عليها وحشة لا هي طلبتها كده واتبقى مرتاحة ده تقبل غير ده ومش هتتقبل غير ده هي عايزة كاراكتر معين طب الكاراكتر ده اتوفر لها هتجي تبصت لقية بتنجذب نحيته طيب تمام اللي جوه بقى اللي جوه الكاراكتر عشان كده في بنات بتبقى في الأول تربى كاراكتر معين بشكل معين وستيل معين وبعد كده يفكروا مليون مرة بعد كده ليه اتخطبت الكاراكتر ده اللي هي عايزة طول بعرض مثلا وحاجات كده وبعد شوية تقول لك لأ ده فاضي من جوه فواحد يبقى عكس الكاراكتر اللي هي كانت بتقول عليه انه شكله حلوة او طول بعرض وهكذا تجي تبصت لك ده عقله عجبني فابتدت تقارن ابتدت تفكر لكن ما نقدرش نقول ان هي وحشة لو اخترت ده وجامعها ده وقابلته واتجوزت وبقى تمام برضو بتبقى فيه بنات تبقى بتهتمت بالصطبي يعني الحاجات السطحية شوية السطحية بس دي ما تعبهمش طالما دي ما تعبهمش بس ما نخليهاش هو ده الجوهر اهم حاجة نعلم بناتنا انهم يختاروا الجوهر الجوهر الكويس الجوهر الحلو العشرة اللي نقدر نقول ده حد نقدر نكمل معه حياتنا اصلي فيه ناس كتير حلوة حتى البنات يعني يعني فيه بنات كتير حلوة بس ما حدش يقدر ممكن ما تتعشرش ما قدرش يستحملها اسبوع فهم ازاي؟ فتيجي تبصي تلاقي الدنيا بازت نفس الكلام بالنسبة للراكل نركز على الجوهر نركز على الجوهر اكتر من المظهر من الشكل الخارجي الشكل الخارجي ده اه بس يبقى فيه قبول ما انا مش قادرة برضو ابص في وش واحد مدوشت على نفسي اه مدوشت لأ يعني برضو ده فيه قبول عشان كده بيقولك فيه قبول ولا حتى ما فيه ناس بتتجوز جواز صالونات وبينجح والله كتير وبينجح جدا والله ان لقيت قبول ارتحت الموضوع بيبقى فيه راحة فيه راحة وفيه قبول انا قبلته لقيته ينفع ان انا اتكلم معايا ولقيته متجاوب معايا ولقيت فيه حاجات مشتركة بيننا واحدة واحدة تجي تبصي تلقيهم بيقربوا اهم حاجة البنت ما تجذبش على نفسها والولد ما يجذبش عليها عشان تكمل ما تتجملش عشان تكمل ما تتجملش ما تتجملش هتكمل وتحط روش بقى ومكياج ومش عارف ايه وكوانا في الشخصية كمان بيجذبه وتجمله في الشخصية ما تجذبش في الشخصية ولا في اي حاجة جواك صفتك بينها انت ماسك يا عم متحبش تصرف كتير عرفها فيه واحدة ممكن على فكرة الحريص ده فيه ستاك كتير بتحبه فيه ستات حريص تقولك بس هو ده نعرف نعمل قرش ونعمل مستقبل ونبقى من التحين بعد كده فيه واحدة تانية لا ما تستحملش الحرص ده تقولك لا ده مش عايش فهمني ازاي فلازم كل واحد فينا يبقى زي ما بيقولوا كده كوتشينا بتاعته تبقى باينة للكل ورق واضح ورق واضح يعني هي تبقى موضحة ورقها وهو موضح ورقه الموضوع ده بيسهل عنا كتير جدا طيب جميل طيب نرجع تاني لحطة الاستعجال بقى للبنت بقى نفسها ساعات البنت بتبقى مستعجلة حطة العاطفة بقى بتحرك بتبقى مستعجلة حاجة معينة أو بتبقى مستعجلة مثلا الحب وتأخر الجواز ممكن يسابل بالبنت اكتئب يعني فيه بنات بيجي لها اكتئب ان هما سنهم مش اقول سن يعني السن بتفرق من مكان لمكان ومن بلد لبلد فاحنا اي ان كان السنية شايفانا نفسها ان هي كده تأخرت بتكتئب وبتتدايق وبتحس ان هي قلبها كده فاضي وبتحس ان هي عندها رغبات مش عارفة تشبعها تتصرف ازاي بما انه هو رزق مش بيقديها يعني لحد ما ربنا يأذن هي تتصرف ازاي تشغل نفسها بنات كتير قوي بتبقى هي عارفة اهم حاجة اول نقطة لازم تبقى فهمها ان هو رزق هي لو فهمت ان هو رزق يبقاها ترضى دي اول حاجة تاني حاجة بقى انا تخرجت اشتغلت دسنا ما جاليش حد يتجوزني اعمل ايه اشتغل على نفسي يا اما اعمل مثلا دراسات يا اما اعمل شغل بارت يعني بعد كده اشتغل شغلي اضافي ادرس اتعلم اقرأ اخذ دورات افضل في استمرار ان انا عجلة الحياة مش مش وقفة مش وقفة احنا المشكلة عندنا يا أستاذ ايات ان احنا عندنا البنت بتتولد مامتها بتحضر انها تبقى عروسة من وهي لسه في اللافة دي حقيقة وبتربيها على اساس ان هي خلاص البنت هتتجوز مفيش لها شغلة ولا مش غلة غير الجواز والراجل ودي مشكلة تانية عشان كده بقولك السبع سنين الاولى ان هي لو علمتها الاستقلال وان هي شخصية مستقلة وان هي تقدر تعمل حاجات كتير قوي من غير بابا ومن غير حد المهم ان انا اقدر اعمل ده ده كله فين في التربية في الاول انا اقدر اثقف نفسي اقدر اعمل حاجات كتير اه اشجع عشان كده الامهات بنقول نشجعهم وهم صغيرين وما نحطش حكاية ان البنت مليهاش غير بيتها وجوزها لان انتي كده بتحطيها بالضبط كده بيتها وجوزها طب انا ما جاليش رزقي ده اعمل ايه بقى كأن الحياة وقفت الحياة وقفت بنسبان اه انتي ربطيني على كده انتي فهمتيني كده لازم كمان في افتكر حد من كتر تشجيع البنته هي متوضعة الجمال خالص مش عايزة اقول مش حلوة خالص بس هي متوضعة الجمال مش حد مش حلو بس لو جينا نقول الملامح الشكل اه متوضعة فتيجي تبص البنت من كتر ثقاتها في نفسها وان هي حاسة انها جميلة ده في تربية من تربية ابوها وامها ده اي حد يحسه اي حد يحسه يوعد معاها وثقف نفسها حسب نفسها عارفة ان عندها مزاد تانية لها دميزة ربنا ادهولها فهي متميزة بيه وهي لو هي ما تميزتش بالشكل فاكيد فيه في مضمونها حاجة تميزها عن اي بنت تاني كل واحد فينا فيه كده جواه برواز البرواز ده انا بقعد ادور عليه لغاية ما لقاه لو لقيت البرواز ده وحطيت ايدي عليه هاجه بصة لقي نفسي البرواز ده كل شوية بيكبر 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 لغاية ما يجي بص لقيه منور حياتنا كلها وهو ده اللي منقول للناس هو ده اللي منقول للناس وهو ده اللي بيشوفوا الناس فكل ام تاخد بالها كويس قوي هي بتعمل اي بنتها حاجة من اتنين فيه امها كتير انت وحشة هتتجوزي على ايه ده حقيقة فيه امها بتعاير بنتها ده انتي مش عارفة سودا ده انتي لا ده انتي بيضة مش بيضة بيادة تلجفة ملكيش طعم كلام اساسا كله سلبي لكن لو البنت البنت ممكن تبقى متواضعة الجمال ومن كلام اهلها ومن كلام امامتها وبابا ومن هم دعم وصبرت ليها وفي ظهرها ده بيخلي البنت شخصية قوية شخصية قادرة لمواجهة الحياة مهما كانت الحياة أسية يعني الاكتئاب اللي بيبقى عند البنت بعد مثلا ما تتخرج لحد ما تتجوز دي تقعد فترة اكتئاب كده بقى مستناش ركل حياة بقى السبب فيه القهل ما تستناش ما هو المشكلة بقى ما تستناش يعني فيه بناك كتير قوي بتجي تشتغل باباها ما يقولها لأ بتشتغلي لأ ما تشتغليش طب انت كنت بتعلمني ليه لا احنا بعادي بنعلمك عشان يجيلك عريس متعلم كويس يعني كأني انا عايشة حياة كلها ليه آه يعني البنت دي عشان عجب مجرد أداة عشان ترضي حد لأ بنتك مش كده انت بنتك دي جوهرة هتديها لليصونها لازم تعرفها ذاتها لازم تحسسها بنفسها لازم تبقى عندها كيان لكن تبقى فاضية مجرد بس تزواق ومراية ده مشكلة لازم ناخد بالنا منها منها كويس قوي الاب استبرت البنته والداعم لأسرته والام ادعم البنتها مهما كانت متواضعة الجمال مهما حتى لو كانت حتى مش جميلة نهائي البنت دي لو جواها جميل وقلبها حلو ده هي ايه هيظهر بعد كده هيبقى جمالها كده لكن في ناس بتبقى جميلة جدا ومنقطر انها هي جميلة وعملة كل حاجة ومتزواقة كويس قوي وبتعرف تتكلم وبتضحك وتغذر بس في الآخر رزقها ما جايش بتعمل ايه تبقى جميلة وبتحقد على المجتمع اللي حواليها بنت عمتها اصغر منها اتجوز او بنت خليتها اصغر منها وتجوز تقعد تغل تبقى مستوية تبقى مستوية وبنعمل لها ترقمات فاحنا ليه نعمل في عيالنا كده او أولادنا كده ممكن برضو يكون ده سبب ان تلاقي مثلا دلوقت البنات بقت جريئة ممكن دلوقت تلاقي البنت هي اللي بتبدأ هي اللي تبدأ هي تبدأ تكلم الولد ممكن يكون برضو ده نتيجة للأهلها بيعملو ممكن عايزة تضغط نوع من أنواع تضغط ومقرحة جاية مامتها تقول لها شايفة بنت خلتك شطرة وعافة توقع العريس وجابت العريس الفلاني من الفرح الفلاني انت بتعليم بنتك كده قلت الأدب من غير ما تخط بالها فها تجي تبص طب انا عامل ايه لتشقلب بقى عشان تتلفت نظر حد وبتدي تكلم واحد ولا بتاع طب ليه ما انت تخلي بنتك كده ملكة جوهرة جوهرة اللي عايزة هيجيلها لغاية عندها كان فيه قومت كده على الفيسبوك ان البنت وهي صغيرة مامتها وريني موبايلك انت بتكلمي مين وريني مش عارفة ايه وبعد ما تكبر يا بنتي مش حاجة كده ولا كده انت مش عارفة توقع لنا اي حد كده شوزوفرينيا يعني فهمها الصدمة للبنت بيكون فيها بنت استنين ايوة دي حقيقي شوزوفرينيا انا بعلم كل حاجة وعكسها بعمل كل حاجة وعكسها دي عمرها ما هتبقى ام سوية تعرف تربية اجيال اصلا ايوة هتبقى مزبزبة مش عادة تعمل ايه صح من الغلط هتجي تبصت لقى نفسها مع واحد وبتكلم واحد تاني ما هي مش بختارة صح من البداية ما هي مش مختارة من الاول كويس فحتى لو عملت ده عشان كده بنقول بشويش بشويش على البنات الام انا بقول ما بقولش مش هقول للام عشان الام دي اللي بتعودي تتكلمي معاها وتقولي لها بنتك ومش عارف ايه بتخلصي بعد كده وتجي تبصت لها شايفة فلانة شايفة علانة طب ليه انا قارنها بحد ليه وبعدين انا برضو عايزة اقف هنا شوية ان هي انت كده بتعليمي ناية ما ترداش ده بتاعت ربنا لا ما ترداش يعني دي لو تحطت لو دفرها تكسر لو حصل اي حاجة في حياتها انت ستعلميها الكنوت اقنت على اي حاجة في حياتها بتزرعيش فيها الرضا خالص فالمفروض نخلي بالنا كويس او الامهات رفقا ببناتكم رفقا ببناتكم لان البنت يعني انت مسؤولة عنها وتفضلي مسؤولة عنها لغاية ما هي تروح بقى بيت جزهة او تكمل حياتها من غير زوج افردي مجاش يعني الرزق ده مجاش هنعمل ايه نكفر يعني ساعتها نردى الحمد لله نردى الحمد لله في حاجات كتير جدا فيه ناس كتير او تقولك انا بلاقي ساعتي في ولاد اخواتي مثلا في لمة الليلة ممكن في نجاح ممكن تكون عملت للمجتمع حاجات حاجة كويسة قدمت حاجة العمل الخيري اللي بيعملوه في شباب زي الفل بتلاقوهم بنات وولاد بيعملوا عمل خيري في الجماعيات الاهلية والجماعيات الخيرية ويبتدوا يشتغلوا معاهم وتلاقوهم العطاء ده بتدهم سعادة حقيقي فانا ليه احرم نفسي من السعادة اللي حوالي واحصرها في راجل او واحصرها في عريس مش قصة خالص نردى والردى على فكرة او كاين انا بقول لربنا كده كاين انا بقول لربنا انا مش افرع غلا ما اتجاوز ده انا عند لها تشرط على ربنا اوه ما فيش شرط ما فيش على الحاجات دي فيها شروط وفيه ناس كتير تقعد تقول احنا بندع ربنا وبنطلب منه يعني كتير ومش بدينا هو فيه وقت معين لما بتوصل فيه قلبك لمرحلة معينة من الردى والطمأنينة ان ده هيحصل هيحصل بس ربنا مأخره لحكم عنده ان انا الاقي الانسان اللي لسه جاي جوزني مش جاهز دلوقتي اللي هو نصيب بيأهلوا انه يكون زوج صالح ليكي بيأهلوا بيأهلنا كمان وبيأهل البنت كمان لده فانيجي نبص هي حكمة مش لازم كل احكام ربنا تبقى مكشفالنا وتبقى واطحالنا لكن في الآخر بنبقى ايه بنبقى راضيين لو وصلنا للرضى والايمان ده في قلبنا ويقر قلبنا الدنيا هتبقى مختلفة تماما وكمان فيه دعاء يعني فيه ناس بتدعي ساعات غلط يعني بنت مثلا تقول يا رب مش عايزة واحد بكرش وقرع مثلا مثلا يعني فيجي لها ما تتلقيها ما تجوزتش غير واحد بكرش وقرع ليه بقى لان هي عملت حاجة بس طاوي ان هي ركزت في الحتة دي فتلاقي كل اللي بيجولها فيهم المواصفات دول لان هي مركزة مع المواصفات دي لكن لو هي قالت انا عايزة واحد شكل حلوة أو تذكر دايما المميزات والحاجات الحلوة اللي هي عايزة مش اللي هي مش عايزة بتركزت عليها مش عايزة اللي هي مش عايزة هيجيلها اللي هي مش عايزة هيجيلها لان هي مركزة والموجة بتاعتها مظبوطة عليها مش عايزة فتلاقيها بتجذبه وبتجيلها فناخد بالنا دايما تبقى ايجابية حتى في دعاءها يعني حتى ما تدعي تقول يا رب حد كريم يا رب حد عايزة واحد طويل بيبقى طويل عايزة واحد قصير بيبقى قصير عايزة واحد طيب بيبقى طيب ما تقولش مش عايزة واحد شرير هيجيلها واحد شرير احنا مندعي ساعات غلط فندعي برضو صح عشان في بناك تدعي بدعي كتير قوي وفي الاخر مش بيجيلي اللي انا عايزاه جالي اللي انا مش عايزاه عشان انت مركزة تدعي غلط وكان نفسي والله الحلقة تتول أكتر من كده بس خلينا بقى نلخص اللي احنا قلناه إنه حضرتك قلت في حتة مهمة قوي إن البنت تشغل نفسها عشان الفراغ فعلا بيبقى مؤذي جدا نفسيا لها تتعلم التعليم التعليم وكل ما بتتعلم أكتر وكل ما المرتبة بتاعتها في التعليم بتزيد كل ما داي بقى سند ليها ده حقيقي بتتعلم وتشتغل وتخرج وما تركزت على حاجة معينة وإن شاء الله كله بقى وينه بإذن الله وبردو عايزة أنا وصي بقى برضو إن الأمهات زي ما الدكتور ابتسام قالت ما تجرحوش بناتكو وما تعتبهمش على حاجة هما ما لهمش زنب فيها ده مسألة وقت والوقت بتاع ربنا مش بتاعها هي وده حاجة في علم الغيب الكلمة بتكون مؤسرة جدا في النفس وبيسيب أثر كبير جدا ولو مش بيسيب أثر كبير ما كانش ربنا خلى الكلمة طيبة صدقة يعني رفقا بالقوارير وإن شاء الله كله بقوين ويا رب يفرح كل الأباء والأمهات ببناتهم ويعف بنات وشباب المسلمين يا رب العالمين للأسف انتهت حلقتنا والحين يتجدد اللقاء أصبكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته